في تقرير لها عن تهريب الأموال من العراق إلى إيران رغم الحضر الأمريكي أكدت صحيفة وولد ستريت جورنال أن التجار الأموال في طهران يحصلون على الدولار عبر سفر إلى العراق حملين أكواماً من البطاقات المصرفية لسحب النقود الورقية في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة وقف تهريب العملة الخضراء إلى إيران الصحيفة أكدت أن سلطة المعابر الحدودية في العراق أعلنت اعتقالاً ما لا يقل عن 24 عراقياً يحملون نحو 1200 بطاقة مصرفية محملة بأكثر من 5 ملايين دولار في الشهرين الماضيين في المطارات والمعابر الحدودية أثناء محاولتهم مغادرة البلاد موضحة أن استخدام بطاقات الايتمان المصرفية في تهريب الدولارات هو تكتيك جديد للمهربين أول ستريت جورنال بيانت أن العراق كان لسنوات اقتصاداً مدفوعاً بالنقود ويعتمد بشكل كبير على المعاملات بالدولار الأمريكي ما يجعله مصدراً مهماً للدولارات غير المشروعة لإيران ودول الشرق الأوسط الأخرى الخاضعة للعقوبات الغربية مشيرة إلى أن قيمة تهريب العملات عبر مسار البطاقة المصرفية صغيرة نسبياً مقارنة بما يتدفق عبر الاقتصاد الكلي ولسيما أن أمريكا تمد العراق بالدولار كل بضعة أشهر إلا أن المزيد من الدولارات تتدفق أليكترونياً إلى الخارج عبر البنوك الخاصة في العراق الصحيفة أكدت أن النظام التحويل الدينار إلى دولار في العراق أصبح مصدراً مربحاً للأموال غير المشروعة للميليشيات والسياسيين الفاسدين وعمليات تهريب الأموال إلى طهران وهما يمثل تلاعباً بالنظام المالي والسمرار لعمليات غسيل الأموال في العراق وتهريبها إليكترونياً إلى إيران رغم الحظر الأمريكي والعقوبات الغربية المفروضة عليها